تشهد العلاقات المصرية الهندية تطوراً ملحوظاً على المجالات كافة سياسياً واقتصادياً وعلمياً وثقافياً وحرص الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تكتيف الزيارات رفيعة المستوى وتبادل الخبرات والتفاهم والتنصيق بشأن مختلف القضايا والملفات تطور ملحوظ شهدته العلاقات المصرية الهندية خلال الفترة الماضية على المجالات كافة سياسياً واقتصادياً وعلمياً وثقافياً وتجلى في حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تكتيف الزيارات رفيعة المستوى فضلاً عن الدبلوماسية المصرية الجادة لتعزيز تعاون مع القوى الكبرى في القارة الأسيوية بما في ذلك الهند فكان التزام القاهرة وأن يدله بالتعددية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقيم التأسيسية لحركة عدم الانحياز واحترام وسلامة أراضي جميع الدول أبرز السمات المشتركة لتوافق رؤى الدولتين في العديد من القضايا فاتفقتاً على تعزيز وحماية هذه المبادئ الأساسية من خلال إجراء المشاورات والتنسيق المنتظم على المستويين الصنائي ومتعدد الأطراف وفيما يتعلق بالتعاون الدفاعي وصل التعاون العسكري الصنائي إلى مستوى جديد واتفق الجانبان على تعزيز وتعميق التعاون الدفاعي في جميع المجالات لا سيما من خلال تبادل الخبرات التكنولوجية في الصناعة الدفاعية وزيادة التدريبات العسكرية إلى جانب الانتاج المشترك في القطاع الدفاعي ومناقشة مقترحات محددة في إطار لجنة الدفاع المشتركة كما تسارعت وطيرة التعاون بين القوات المسلحة المصرية والهندية من خلال التدريبات المشتركة فكانت مشاركة القوات الجوية الهندية في أول تدريب جوي تكتيكي مشترك على الإطلاق في مصر في أكتوبر من عام 2021 أما في مجال مكافحة التضرف والإرهاب فقد أكدت مصر والهند عزمهما المشترك على تعزيز قيم السلام والتسامح والشمولية وبزل جهود متضافرة لمكافحة الإرهاب والأيدولوجيات التي تحض على العنف والتطرف كما يحظى مجال الفضاء والأمن السيبراني بتعاون كبير بين مصر والهند حيث يعمل البلدان على توسيع التعاون في مجال الفضاء من خلال الاستفادة من خبرة الهند في بناء وإطلاق الأقمار الصناعية وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء وفي قطاع الصحة ظهر التنسيق بشكل كبير خلال فترة جائحة كورونا من خلال التعاون في مجال تصنيع اللقاحات استمت توافق على التعاون لضمان سلاسل إمداد عالمية أكثر قوة وأرفع درجة في التأهب مع تعزيز الحصول على الرعاية الصحية وإدراك منهما بأهمية التنمية الخضراء تولي مصر والهند أولوية قصوى لقضايا تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة وكذلك تشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فهناك اتفاق على مواصلة جهودهم المشتركة ذات الصلة في هذه المجالات من خلال تبادل الخبرات والنمازج التي يتم تطويرها للتكيف وبناء المرونة في مواجهة الأسار السلبية لتغير المناخ